السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وصلاً في أولى حلقات برنامج الفيزيتا معاكم دكتور أحمد الديب طبعاً أنا كنت محتار جداً أن أنا أعمل الستارت أب بتاع الحلقة أو البداية بتاعة الحلقة في إيه بالزبط بس أنا حاولت أن أنا أعمل سيرش وأن أنا أعرف أكتر الحاجات اللي الناس مهتمة بيها في الوقت الحالي وكمان أعمل سبوت كويس قوي على حاجات الوغدة ترند في السوشيال ميديا عموماً وللناس بتسأل عنها باستمرات مش عاستطول عليكم في الانترو بس أنا عايز أوصل رسالة بسيطة أن الهدف الأساسي من البرنامج أن إحنا مش بس أن إحنا نسوق حاجة أو أن إحنا مثلاً نعرف الناس بسيرفز معينة لأ إحنا جايين نتكلم في الطب يعني إيه الطب؟ يعني هنتكلم في مجال الطب بالتحديد بعيداً عن الشق البيزنس اللي مجال التجميل اتشهر به في المؤخرة وكمان الناس بدأت تاخد انطباع أن مجال التجميل معظمه بقى بيزنس وما فيش اهتمام كافي بالكاستمر أو بالعميل طبعاً إحنا هنغاري الفكرة دي في البرنامج وكمان هنحاول إن إحنا نكون في صراحة أكتر في وضوح أكتر حاجات إنت ممكن ما تكونش سمعتها بالكده هنحاول إن إحنا خليك تسمعها معنا في البرنامج في الأول عايزة أرحب بالدكتورة وسام حمدي أخصائية الجلدية والتجميل المستشفى حضور المرسود نزيك يا دكتورة أنا في البداية كنت عايزة أتكلم عن زراعة الشعر حالياً يعني زي ما أنت عارفة تريند كبير ناس كتير قوي بيتمهتم بموضوع دوت بس النهاردة بصراحة أنا حضرتك منوراني وعايز أتكلم معاكي في موضوع الأكني بالتحديد لأن برضو لقيت إن الناس كتير قوي أو قاعد عريضة جداً خصوصاً في السيدات أو في البنات بتعني من الأكني سواء في مرحلة تكونها أو فيما بعد في مرحلة البوست أكنيس كارو دي الأصعب طبعاً بس دي هنتكلم فيها الحلقة جهة إن شاء الله النهاردة هنهتب بالأكني ففي البداية برضو أنا هتكلم عن معاكي برضو عايزة كان أنت تعارف أن أنت برضو شاطر في موضوع وعايز برضو أعرف النس موضوع زراعة الشعر ببساطة فيه ناس مشوشة شوية لو تخذي بالك على السوشيال ميديا من حيث النتائج من حيث أن هما بقى فيه ترست مهزوزة شوية بدأنا نسمع عن مثلاً شهد الضمان يعني أنا كنت متفاجئ أن فيه شهد الضمان في مجالة الطب بصراحة يعني حتى كان لها تعليق شهيد يقول أنت بتروح تعمل عمية المرارة فأكيد أنت ما بتاخدش شهد الضمان يعني أنت كيف بتعملها فده أولاً وأخيراً طب وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة الهيروس ترانسبورتيشن طبعاً أنا من وجهة نظري مش عارف أنت تتفق معي ولا لأ أن هي في الأساس عملية ترانسبورتيشن للشعرية نفسها احنا بننقل أنا بعمل ترانسبورتيشن بأخذ الشعرية من مكان أحطها في مكان تاني الفكرة كلها أن معظم النتاج بتقاش كويسة أو أن معظم النتاج الناس واخد عناها انطباعة مش كويس علشان خاطر فيه ناس ما منفعش تخضع على عملية دراعة الشعر ومع ذلك بتخضع عليها ده الشق البزنس اللي احنا بنتكلم عنه فيه ناس ما بتهتزمش قوي فيه ناس ما بتهتزمش قوي بتعليم الدكتور مش برضو بنحملها في الجانب التبي قوي أو أن الخطأ جاي من جانب التبي بس حاليا طبعا زراعة الشعر خصوصا بالاكتطافة أو الـ FUE الـ Volcal Unite Extraction طبعا خدت شهرة مؤخرا بقى فيه نتاج ستيبل كويس جدا بقى عندنا لكاتر خبرة كتيرة زي حضرتك برضو في الترانسبلتشن كويسة جدا فأنا عايز أتكلم حضرتك المهاردة عن انتباعك حتى الآن عن النتائج شايفها مستوى النتائج إيه على السوشال ميديا يعني بايدا عن رأيانك خلصائي في زراعة الشعر لا أنا عايز أعرف انتباعك أنت شخصيا عن النتائج إيه في الفترة الأخيرة لا أنا شايفها ما شاء الله يعني يعتبر زراعة الشعر أصلا أنقذت حياة ناس كتير يعني حتى ما بيجوني الناس في الـ Clanic خاصة في الـ Androgenic أو الصالع الوراثي بنبقى واضحين وصريحين جدا معهم أنت عاوز حاجة فور لايف ولا عاوز حاجة اللي هو مؤقتا أنقذ بيه لشوية الشعر الموجود اللي هو أعمل بس تكسيف شوية للموجود لكن أنا ما زال عندي ما زال الجين موجود ما زال في الجين ناشط ما زال أن أنا هيفضل فيه صالع وراسي أنا مش بقضي على الجين تماما بالضبط ما ده أهم النقطة برضو أنا كنت حاولي فاهمها للناس أو أتكلم فيها أنا مش عايز أعرف دراعة الشعر أتعرف تقليدي يعني مش عايز أقول لي أنا عايز أعرف الناس وبرضو مش عايز أخش الحلقة دي في تكون الشعر يعني مش عايز أتكلم برضو ميديكال شعر أنا عايز أتكلم ببساطة عايز للناس المستمع البسيط يفهم الموضوع أكتر عملية زراعة الشعر طبعا بالعيدة معاني العملية نفسها أن لها وحدات قياسية ولها معايير قياسية سواء خبرة الطبيب المعالج سواء مهارة الطبيب المعالج سواء عدد العملات اللي عملها طبعا الموضوع فيه شقة ممارسة وكذلك الميديكال بارجراوند أو الخلفية العلمية بتاعته لازم تكون قوية في الموضوع ده بالذات يعني طبعا زراعة الشعر مش بس تكنيك أو مش بس عملية بنقلدها بالخطوات لأن ده برضو بحست في الموضوع حستين هو سبب من أسباب الفشل أنه ممكن يكون واحد مش مؤهل يقدر أنه يعمل العملية اهو كتير منتشر خالص يعني بالزبط فده انتباع برضو سيء أبار برضو حورة بسط الموضوع ونقول أن زراعة الشعر هي عملية نقل لفصيلات الشعر من مكان قوي لا يصاب برمون داي هاديو تستيرون لأهو همون الصلع إلى منطقة مصابة بالفعل برمون داي هاديو تستيرون وهدي نقاط لامعة بس حاجات سريعة فلاشات مش هتعمق قوي في الشرح أول حاجة زي أن طبعا كل ما كانت المساحة صغيرة كل ما كانت نتيجة أفضل لأن معدل الكسافة هيبقى أعلى لأن طبعا مساحة كل ما بتزيد الكسافة بتقل إحنا محكمين الدونير قرية ومنطقة المناحة بتكون زي الخزنة هي خزنة ما ينفعش تفرغها مرة واحدة فيه ناس بتطلب تقول لها دكتور خلص شيل المنطقة المناحة دي كلها مش عايزينها طبعا ده غلط يعني من متخيلين أن شكل الشعر هو زيره على أقل حاجة زي وزي ما يكونش موجود مثلا فعش تقول لك شيله كله طبعا ده غلط بيحصل تشوهات كتير يعني أنا فيه عاملات كتير قوي عملت لها للتاتش جات لي عندهم تشوهات كتير في المنطقة المنحة بسبب أن تم الضغط عليها بشكل مبالغ فيه ما تراعاش منهم ما يسيبوا مسافة أو سبريس كويس بين كل شعر أو التانية بحيث ما يحصلش تشوهات أو ديفوهات كتيرة وده نتيجة إقبال الناس على العدد الكبير يعني هو أنت مثلا دكتور أوسام لو قلت النهاردة أنا بزرع سبعة تلاف فهو هيروح لدكتور أوسام ومش هيروح لدكتور أحمد عشان هو بيزرع تلاف تلاف فدي نقطة أنا كنت عايز أتكلم فيها أن ما تجروش ورا استخراج عدد الكبير أعتقد إيه رأيك في موضوع ده أنا بستغرب جدا فعلا في حتة أنه بالعدد هي كما هي إحنا مش بنشتري بزرق هي الفكرة في النتيجة أنت ليك في الآخر أنا دائما بحاول الرشح كده نهتم بالكواليتي بالجودة مش بالكوانتي مش بالكمية يعني إحنا عايزين الكواليتي علي فأنا دائما العميل اللي ما بيسألني بقوله هو من 2000 ل3000 ماكسموم نصيحة يا جماعة نصيحة 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 من 2000 ل3000 ماكسموم لو المنطال مناحة طبعا والدونير أريا ممتازة كمان وإكسلان ليه؟ عشان ما تفضيش الخزن مرة واحدة أنا أحب أوصل المعلومة ببساطة أنا مش عايز أصعب الأمور على المشاهد يعني فما تخلص الخزنة تعتك مرة واحدة أنت مثلا لو عندك درجة الثانية أو الثالثة فأنت ممكن أن أنت تقدر 2000 دول هيغرق الدنيا بلهم هم 2000 إحنا بنقيم كويس جدا بناخدوا السترونج طيب أديك مثل لو إحنا قلنا مثلا خمسة هطلعنا خمس تلاف كرافت في الايه؟ في السيشن الواحد طيب الخمس تلاف دول أولا لو أنت أشتر دكتورة على كوكب القرار الأرضية لازم في 15% منك هادر دي طبعا ستاندرد معروف طيب طيب الخمسة وتمين في المية بتاعتي هي دي المية في المية دي الرزولت المية في المية بتاعتي طيب بالنسبة للخمسة وتمين في المية دول لازم يبقى فيه ظروف قياسية وحاجات مهمة جدا عشان أحافظ على الشهر أولا أنه نحن لازم في مرحلة الاقتطاف طبعا دي تبقى experience ومهارة من الطبيب نفسه أنه نحن لازم أخش بالزاوية تاعتي الأنجل صح اللي هي متعرفة عليها 45 45 طبعا لازم أكون على ديبس معين عمق معين الديريكشن بتاع الشعر منطقة المانحة لها ثلاثة ديريكشن غير منطقة الكراون فوق في الفورتكس لو حد بيزرع منطقة اللي يهود بيلبسه على الطاقية ديت طبعا المنطقة ديت بتبقى لها اتجاهات معينة في الشعر فطبعا الديريكشن والأنجل الزاوية الديبس العمق حاجة مهمة جدا لازم نراعيها فعشان كده بيقول لها ما أنا طلع ألفين كويس جدا أنا أعرف أعطني بيهم أعرف أعطهم في الظروف أكنهم بالضبط بالبلدي كده ما تخلعوش من الراس أكنهم لسه موجودين ودي نقطة تساءل الحفظ أو الاهتمام بمرحلة صالة الحفظ أن صالة الحفظ لازم يكونوا يحتوي على معادن يحتوي على فيتامينز يحتوي على حاجات كتيرة أو بتغزي الشعر وكمان لازم يكون ودي نقطة مهمة جدا درجة الحرارة هي طبعا كل حاجة ولها حاجة يعني الكلا لما بيجوا ربنا عافينا كلنا بيجوا يزرعوا كلها بيتم الحفظ على سالة بمية تسعة و تتين درجة سليزيز فالشعر بيبقى من اثنين بتمية درجة سليزيز هي البرفكت أو هي الدرجة الإكسلانت الممتازة اللي تقدر يحافظ بها على الشعر فترة طويلة شوية لأن أنا لو هشتغلها في ستة ساعات فأنا مش هطلع عدد كبير لأن طبعا عشان هطلع عدد أو بإتقان طبعا فباحث في الأطراق تلاقي فيديوهات على اليوتيت اللي هم شغالين بسرعة جدا يعني بيخش بالمايكو موتور كهاز بتاع الاختراف بسرعة 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 جنب بعض جنب بعض مش في الدين فرق مساحة فبيحصل تشوهات كتير جدا طبعا ده غلط يعني أنا ما بحبس الموضوع ده خالص انت عندك بساحة كبيرة زراحها على مرتين زراحها على ثلاث مرات مش مشكلة بس ما تقبطهاش شوت واحد ويتأثر على المنطقة ما أنا هتلاقي فيه تشوه بدل من تسلحت لأنها في الأساس عملت تجميل أول ونأخيرا عملت تجميل بس طبعا النقطة اللي تهم كل اللي بيقبل عزاعة الشعر هو الشعر ما زرعة بيقع هو الشعر ما زرعة بيقع هو الشعر ما زرعة بيقعش فهو الشعر ما زرعة بالظبط كده ما بيقعش ودايما قاعد معاك ما تلاقش لأنه متاخد من المنطقة زي ما قلنا صحية قوية منكفحة هي مش مصابة أصلا بهرمون الـ DHT أو الـ فبالتالي هي قاعدة معاكش محتاجة لعلك فتلاقي واحد تاني طالعها لك كده من موص وليك طب وما أنا بستخدم ليه لعلاك والجلسات بعد العملية يعني ليه بيحطوا جلساته عليك فبرضو النقطة دي حابت أتكلم فيها لأنها مهمة انت بتاخد جلسات عشان الأوريجنال يعني الشعر الأوريجنال اللي هو أنت جاي بيه أصلا مش اللي أنت هتزرعه الشعر اللي أنت جاي بيه ده مهمتي أن أنا أحافظ عليه لأنه هيفرق معي في معدلات الكسافة جدا طبعا أنا عايز أوصل بيك لأعلى معدل كسافة أو نعمل ريبيلدينج يكون قريب مثلا هنقول 98% للواقع أو اللي أنت كنت عليه أنا برجعك لغرب قالت الزمن زي ما بيقوله فأنا بعمل إيه أن أنا لازم أهتم بتوزيع الشعر كويس لازم أهتم بالكسافة كويس لازم أخلص الخزان مرة واحدة باعي خزنة ما ينفعش أفاضية مرة واحدة لازم أقسمها ولازم برضو أعالج الشعر اللي موجود برضو علشان خاطر أحافظ عليه ممكن أن أنا أفقده قدام محتمال يعني ممكن فيه side effects مثلا مع استضامل المنكسجين لمدة 10 سنين أو 15 سنة برضو الشعر برضو نحن أنت فيها من الأول على الصراحة يوجد فيه resistance الزفتة ومقاومة فبالتالي ممكن يقع ساعتها أنت هتحتاج للخزانة المنطقة المانيحة بقى اللي أنت فرختها في الأول أنت مش هتلاقي حاجة تحطها فأنت ما تبصش في الأول اللي أنت stage أولي لأ one two three مثلا ماكسيموم أنت مرحلة قريبة ومساحة مش كبيرة ما تقولش طلع لي 4000 ما تقولش الكلام ده أنت مثلا 2000 كويس جدا والحالة الجاية برضو أنا هتكلم عن زرعات الشعر برضو باستفادة أكتر وهعرض للناس برضو وصور إزاي حدده ومحتاج كامجرافت يعني هو عايز كامجرافت بأرقام منطقية لو عملنا بقى total واحد مثلا مفيش completely boldness هو ما عندهش طبعا ده ما بيغضعش العلاج بعد العملية ده يدوب بيزرع يعني بناخد الشعر من دون الأوريا نزرعه بس ده بيزرع على ثلاثة stage عطاة مراحل مرحلة والتانية والتالتة بيبقى الفرق الزمني ما بين كل مرحلة والتانية من 6-8 شهور أنا بحاول أن أجيب أهم النقطة بالنسبة سأل فيها على فكرة يعني على قدر المستطاع بحاول أن أجمع النقطة للناس بتسأل فيها وبرضه عايزك تعرض عليها بعد المشاكل اللي بتقابلك في علاج الشعر بالذات يعني في موضوع الصلع بالذات هل شغف المريض جانب السيكولوجي شوية أه طبعا بيبقى في إلحاح شوية في الموضوع وده يدخلنا النقطة المهمة أن اللي هيعالج شعر لازم يستنى الـ 6 شهور هو هياخد طعيم سواء عالج شعره بقى مثلا في خلال 3 شهور 6 شهور أرقام كبيرة سنة سنة ونص فما فيش حد يبعالج شعره اللي عايز أقوله ما حاجة في حالك شعره كده ما حاجة فيعالج شعره بسرعة جدا سليم لازم تستنى فترة زمنية طب ليه بقى الفولكل أو البصيلة طبعا احنا بناخدش الفولكل احنا بناخد الببيلا أو البزرة نفسها بالبقى دي نسميها البزرة ونشيلها من مكانها خالص ننقلها فطبعا اللي بتتاخد مفيش حاجة بتطلع مكانها فبالتالي الببيلا دي عشان تلتك فولكل وتستقر في مكان الجديد انشاء الله نشرح تكوين الشعر للحلقة الجاية تستقر وتاخد بلات سبلاي وتاخد نيرف ده اللي بياخد 6 شهور طب هي بتكون بلات سبلاي قد دي أو امداد داموي في خلال قد ايه من الثلاث لخمس تيام الأولينين هي بتبدأ تعمل البلات سبلاي بتاعاتها لانها محتاجة للغزة بس النيرف ده اللي ممكن ياخد وقت معايا فده اللي بيدينا النتيجة بناخد حوالي من 65% ل70% تقريبا بعد 6 شهور في خلال الثلاث شهور ممكن يكون فيه استقرر بنسبة 30% يعني 35% دي النسبة بنسبة لي ستاندرد أو العامة بيكون استقرر من الشعر المزورة حوالي 35% في خلال قد ايه شهور الأولى بعد 6 شهور بيباع حوالي 70% طب بعد 8 شهور بتبدأ ان تتقرب 85% طب بعد السنة بتوصل 100% كسافة كلها مزبوطة بتاخد ان تريد العملية كابلة فانت لازم يكون فيه استعداد كويس جدا نفسي لراحلة علاج انت هتمشيها يعني انت فكرش ان انت هتغطر البروستيجور زي على زراعة الشعر انا راح عمل زراعة شعر خلصت انا خلصت العملية الشعر فين يا دكتور مفيش كباب ده وتظل المريض بيقلق قوي لما موضوعه شعر ويقصف ودي نقطة بنتبه عليها ان الشعر المزروع لازم كل يقع لان دي جوت صينا ودي بالنسبة لي علامة جيدة ان الشعر المزروع ده يقع علامة جيدة ليه لان ده معناه ان البزرة اللي احنا تكلمنا عنها من شوية او البابيلة في الثلاثين يوم مثلا بيتم عملية او عملية تكصف وبيتكرر الموضوع ده حوالي ثلاثة اربعة مرات في خلال ستة شهور قولها بعد ستة شهور طبعا اللي استقر ما فيش تكصف حلقة بقى على طول بيحلقة على طول فده بالنسبة لمدة ستة شهور ومدة ان انت لازم بتكون مؤهل سيكولوجيا ونفسيا ان انت هتخضع العلاق فترة طويلة الموضوع مش بيخلص كده لا هو الموضوع لازم له فترة علاج كورسي علاج بقى والتزامك بالتعليمات في البيت عليك سبعين في المائة من الوظيفة يعني انا مثلا التلاتين في المائة بتوعي دول يا تمرخصوا كده في ايه ان انا بعملك اعملها كويس براعي ربنا وضميري في شغلي كويس بمشيك باللوك اللي انت عايزه يعني طبعا في الرسمة بتاعة الزراعة هم حاجة سيجمة تكون مصبوطة وفرونت لاين الخط الامام يكون مصبوط يكون كسافته قوية يكون بان ناتشورل او طبيعي ما يبانش نوع فيك او ما يبانش ان انت عامل كل دي مهمتي بس المهمتك ان انت مجرد ما بتخرج من الكلينك او بتخرج بتراوح البيت ان انت تحافظ على الشعر المزروعة دوت الجرافتس ممنوع احتكاك ممنوع الشاور مثلا الماء تنزل مباشر على رأسك عشان ما تحركش الجرافتس ممنوع ان انت تلعب رياضة في حاجات كتير قوي تعليمات كتير قوي تكاد تكون بسيطة ولكن مهمة يعني في المضمون مهمة ان هو انت ممنوع بكل بساطة الاحتكاك تماما باي شكل من الاشكال حتى بقى لو جمع او رياضة او حاجة حتى كويسة ولكن الاحتكاك برضو ممنوع فالتعليمات دي التزامك بها كويس يعني دي نمبر واحد نمبر طول التزامك في العلاج اما اقول لك مثلا انا عايزك هشوفك كل اسبوعين هشوفك كل شهورين ان انت تجيري في المعدل اللي انا عايزك فيه اما اكتب لك عرشدة بتاعتك في البيت تلتزن طبعا في ناس بيقول لك انا اتزنت يا دكتور والنهاية بتخضعت للعلاج تمام وكل حاجة ولكن في النهاية بكتشف ان برضو فيه تأثير والنتيجة بيتبنع جنق فاللي عايزة اقوله ان زراعة الشعر يا جماعة ما فيهاش كد ما فيهاش ان انا اقول لك مثلا انت هتشوف واو اوكي هنشوف موضوع واو او هنشوف حاجة واو لا انت لازم تستنى ولازم تخضع العلاج لازم تسمع كلام الدكتور بتاعك كويس لازم تقرأ عن العملية كويس قبل ما تعملها عشان تقرأ في الكلام اللي انا باتكلم فيه ده كله واهم من ده كله هركز عليها تاني ما تخلص الخزان المنطر المناحة بلاش تجري وراء عدد كبير وكمان لازم تستنى ستة شهور وتخضع العلاجة كويس ده هيقدي فراق انت تشوف نتيجة افضل انا طبعا يعني حاولت ان انا رخص صراع تشعر بكل ما اقدر وهنتقل دلوقتي للنقطة المفضلة اللي داية بقى اللي انا طبعا عايز حضرتك وعايز خبرت حضرتك فيها ضروري جدا في الموضوع دوت لان انا حسيت ان هو عامل مشكلة كبيرة الاكنية بنت كتير قوي بتشتكل الموضوع ورجالة برضو قاعدة عريضة فعلا الاسابة على سوشل ميديا كتير جدا وفيه كذا حاجة برضو هتكلم معاك فيها بس في البداية كده انا عايزك دكتورة تعرفوا لهم موضوع ببساطة وتحاول ان انت تديهم فكرة مبساطة او سيمبل عن طبيعة الموضوع او طبيعة الاكنية او طبيعة الخلايا الدهنية ازاي تعمل معها مش هنستفيد قوي ان شاء الله في الاسباب احنا بكل بساطة خالص سبب حب الشباب هو ايه هو التهافل خلايا الدهنية تمام وطبعا خلايا الدهنية دي معروف ان هي مسؤولة عن انتاج السيبم السيبم ده ده الدهون الموجودة في الشنا دي حاجة طبيعية جدا موجودة عندنا كلنا لذلك ليه المريض ده او ليه مريض حب الشباب بتلتهب فيه الخلايا انا دايما يعني احنا هي كلها سيوريز هي كلها نظريات والله ده عشان كذا هنقول الاسباب لكن هي في الاخر انا في الاخر بعد ملخص للشغل وخبرات وخبرة بعد الكسبان او هي في الاخر استعداد بشر انا بقول لهم يا جماعة احنا جينات متنقلة على الارض يعني يعني في الاخر هي انت استعداد وشك انه هو ايه نعم فيه فيه بريزبوزي مفتر لكده فيه عوامل مساعدة التعرض للجو التقلبات كمان الجو الفترة دي ما بقناش زي الاول وده اللي هيخلي كمان ده احنا هندخل منها النقطة انه فيه بنات تيجي تقول انا ما كانش بيطلع لي حبوب انا عمري بشريتي ما كانتش دهنية ايه اللي حصل بقى الدهنية هنقول الموضوع ده برضو بس انت انه عادي خالص البشرة بتغير نوعه مافيش مشكلة خالص طول عمرنا تمام طبعا الفاستفود الحاجات اللايفستيل عموما اللايفستيل بتاعنا بس هتلاقيني برضو في العلاج هقولك انه ان شاء الله مع العلاج الجديد احنا انا ببقيتش خالص احنا في عشرين عشرين مايفاش اجي قول البنت بتقضي حياتها كلها يومها كله واربعة وعشرين ساعة اتناشر ساعة مثلا برا البيت والله يبنعي مش عارف ايه لا يعني ممكن الحاجات دي استرس عليها قوي ده في الاكني كونجلوبات اللي هو حاجة حاجة شديدة وصل اه وصل لمرحلة هيبتدي بقى تلايف هيبتدي الموضوع اقدر تليل يعني لي مش شكله بروبولمس ادخر اه او لو هي عندها بريز بوزي فاكتور لحتة انه فيه جينات او عوامل رواصية للبوست اكني سكار مش كل حد عنده اكني بيجيله بوست اكني سكار مش شرط مش شرط بوست اكني سكار اللي هي لا اصلا الموضوع مرتبط ببعض على طول هما ايه فاكتور اكني في بوست اكني سكار على طول هو اشور ولازم من البداية مداية العلاج بنقول يا جماعة هتموا ولازم لغسولك المناسب ولازم العناية ولازم تعالجيه ده اوكي ده كلام بصراحة برضو السؤال مهمة دكتورة انواع البشرة اكيد الموضوع ده بيفرق في الاكنية انا قعد بشرة عليها مزبوط حب الشباب يسوي بشرة دهنية بس طب هل انا برضو ده السؤال برضو اللي بيتسئل من البنات انا ممكن بشرة تبقى دهنية وفي نفس الوقت بشرة حساسة او ممكن بشرة تبقى دهنية وفي الشتة تبقى دراي او ممكن جافة مفيش مشكلة فاسة يعني نقدرنا الالكونديشنز بتاعت الظروف اللي حوالينا كمان بتأثر على الموضوع ده اه طبعا الظروف الطبيعية كالجو ومن الجو ووالآخر مزبوط والبشرة الدهنية يعني حضرك عايز تقولي ان كمان السلوكيات دخلة بشكل أساسي في موضوع العلاج ان انت لازم تهتم برضو باللايب ستايل بتاعك فاسط فود تقلل مثلا سواء مزبوط وبيجو لي مثلا ديش انت يقولولي يا دكتور احنا بلاحظ اما بناكل حاجات معينة بيطلع لنا للحبوب دي فدي بقى لساعتها خلاص بقى انت كده دوكيومنتد قوي ان انت الاكل ده بالزيت هو اللي بيطلع بيعملك الحبوب انا ممكن نرخص النقطة ايه في حاجة نبتدي وكمان نعلي البرسون الكير صح كده مزبوط البرسون الكير ده لازم نعلي تبقى بركزها نفسها احنا كمان في حاجة اسمها برو بايوتيك احنا بندى ادوية للحطة ان احنا نهدي حطة البكتيريا اللي هي بتنشط في المعدة برضو اللي هي بتساعد في حطة ان هو يلتهب تفتهب الخليل اه تزود حبو الشباب الحاجة بنسميها اسمها البرو بايوتيك دي برضو مهمة في الموضوع يعني اوقات وتقولي يا دكتور واوقات مثلا تلاحظ نتيجة تقولك يا دكتور انا من بعد ما ابتديت اشتجي بمعدتي شوي دايرية السهال مش مظبوطة معدتها مش مظبوطة بتده يطلع معاها الحبوب هتقولك المعلومة دي ده على فكرة اه معلومة مهمة كنت برضو عايزة اسألك انا دي قلتها لوحدك ده 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 خلني الموضوع مهمة اوه يجي في دماغ دي الوقت الناس بتيجي تقولي احنا بنستخدم الادوية وبنمشي على فترة مثلا ممكن تجيب معنا في الاول ونتيجة كويسة بعد كده لأ او ممكن نمشي على فترة ومش لاقي نتيجة ده اللي هنقوله لو كده لو انت هنشفت على رجل من العلاج احنا بتدينا بايه مفروض ده التهاب وعشان برضو بنبقى فاهمين يا جماعة الحب الشباب هو التهاب مزمن اه يعني هو مش اكيوت انا مش حاجة خلاص حاجة حصلت وخلاص لا هي وانت حصلت هتفضل طلع امرها تعاني من الموضوع ده اه تمام فالحتة دي با هي حطة ببالها حاجة زي كده علشان تعرف تتعامل معها بزفت عشان الايفكتس بعد كده زي البوستر عشان المخلفات اللي بعد كده ومش اللي هو تلت أسابيع يلا انا تماما انا زبطت بشرتي خلاص تلت أسابيع دول خلاص بعد كده مفيش مشكلة نربع لحياتنا طبعا لا مفيش الكلام ده دايما بقول برضو بسترس على حتة لو في الكير الكير في البيت الكلينزر انا ببسطها لهم بشكل بسيط خالص يعني معا الغسول يا اما بينشف يا اما بيطر بيطر انت تتعاملي مع بشرتك باللي هي باللي هي بتطلعهولك أو اللي هي بتضيقك فيه بالزبط يعني بشرة بشرة دراي بشرة جافة خلاص هستخدم الغسول اللي هو فيه مرتبات اكتر فيه كير في الحتة دي اكتر بالزبط لكن لو بشرتي انا دهنية لا هبتدي استخدم الحاجة اللي هي بتنشف وتكون كيران بتنشف بتركيز عالي وعايزة طبعا برضو البنات انه ايه الكلينزر او الغسول اللي هو بينشف هتلاقي جواه برضو حاجات بترط بترط بس هي الفكرة اه هي فريشن اوبشنل بين الناس يعني انا ارتحت والله اه طبعا في ناسة عفاكرة بتروح تشتري مش عشان هو الايفكت بتاعه كويس وعشان بيحب البراند بس هو بروح يجيبها عشان كده لا لا وده برضو ده فيها هاوس شوي هتبص فيه كل مقتلة هتقريبية هتلاقي تحتها انا استخدمته حلو فهاتي ممكن واحد تستخدمه مثلا انا استخدمته الهغسول ده حلو كلير ده كويس جدا فهاتي والله نشف وش الجامد اللي هو لدرجة مش طيقاء خلاص يبقى ان شاء الله في التاني يوم الصبح انت بتستخدمي غسولة بالليل او مرتين في اليوم تاني يوم الصبح بتكوني بتستخدمي المرتب بتاعه والمرتب كمان برضو فيه فيه تحتها كتير ده انت ماريحة بنشابه او الخلي او اصاحب قبل بو نطلع اقول تيلي بص ده احنا ممكن نتكلم يومين في الموضوع ده اه انا عارف الموضوع انت عبكرا يعني طور ايه بناخد اه عايز اخد الحاجة المفيدة كمان والحاجة المساعدة المشاهد ما يعرفهاش يعني هو المشاهد مش عارفها هو ممكن يكون بقرابوستا على الفيسبوك ممكن يكون بس لانشاف اعلان لحاجة كويسة بس هو عايز او مفتقد لمعلومة خصوصا موضوع الدول انا باستخدهم فترة طويلة دكتور ومغلقش نتيجة ده دي نقطة فعلا مقرقة شوية هنتكلم فيها احنا ابتدينا في ايه في العلاج الكريمات الطوبيكل طبعا اللي بتحتوي على الريتينويد تمام دي جميلة وطبعا ده الباكبون ده المينجمبون اه طبعا وده يمكن يعني ده ما يعني ننحني لو احتراما يعني ده اللي احنا سوري كل الناس تربط عليه تمام حلو وتمام بس بياخد وقت تبتدي مع الوقت هو بيقشر يعني هو طريقته او هو فكرته في العلاج انه هو بيقشر تمام فتيجي واحدة بشرتها حساسة يعني اه 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 مش قادرة مش قادرة تستحمله او او احنا في المسلا في السمر وشمس جمدة جدا وطلعت به في الشمس تاني يوم احنا مفروض طبعا بيقى فيه بريكوشة بريكوشنز معايدة ما طلعيش الشمس بيه بتحطيه بتزوديه بالتدريج اللي هو اول يوم خمس دقايق بس عالفكرة ممكن تقولي له ومتلتزمش برضه خلينا النوى فيه عشان برده مش عايزة بتزهق بتزهق وإحنا مش شباب وبقى للحركات كده اه بالزبط بالزبط يعني كبرها قوي شهر لو دخلت الشهر التاني بقى كده ده كده التزمت كده فطبعا مع مازال احنا بنقول الجين موجود ومازال العوامل الخارجية اللي عملها بتأثر أكتر يعني بجينيتك وجانب كمان معصرات خارجية اه طبعا وفي حاجة كمان احنا كمان التينيتج او الشباب الصغير استرس حدسوا على حرج يعني انت مش هتعرف توقفهم بالزبط دانيا بيرست على طول يعني فيه انفجار في وشي حصل بالوقت الامتحانية انا برضو عايزك تديلي نصيحة انا دلوقتي بدأت اشوف فيه اكني بدأ الموضوع معايا مثلا وليكن حاجة ملد مثلا حاجة مش قوية وعايزة ابتدي منين طبعا انا هروح للدكتور ده نقطة لاي خلاف عليها بس انا عايز حاجة مثلا يقدر يعملها بركوشنز هو يقدر يعملها تساعده ان هو يحد من عبل مثلا يروح للدكتور يستشير وياخد الدواء ونقطة برضو الالتزام بالأدوية هتكلم فيها بس انا عايز ابتدي منين انا ممكن اعملها اول ما لاحظ ظهور اكمي عندي الرقم واحد هو الكلينزر تمام غسولك المناسب لبشرتك تمام بشرتك طبعا شور انتي طالما عندك حفشان فانتي بشرتك بشرة دهنية فانتي لازم هتستخدمي الكلينزر تاني حاجة يعني خلاص ما بقتش احنا كماليات اللي هو وقت معوز او كده هو او ما بقاش ما يمفعش هو فعلا معه ده لو هتاخدني بعد النقطة دي هتكلم لك تحتك بيه هو فعلا ما هيعملش حاجة لا هو اوكي خلامه عن فكرة صح ان هو ما بيعملش حاجة بيعمل بس هو طوية عزل مش اكتر فيه كذا عامل اولا هو متصنع بشكل ما يناسبش بشرة المصريين دي اول حاجة تاني حاجة SPF بتاعه 50 او فما فوق ما بيديش الحماية الماء في الماء كمان ده على كده لو تحت SPF لو مسار 45 او اقل ده كده ما فيش رأس تمام زي التالت حاجة الابلاينس بتاعه انت لما بتحطه انت بتحطه كلنا ومش هينفع تحطه بطريقة اكتر من كده لازم يتحط بطبقة سميكة ودي مش ابليكابول ما فيش حد هيعرف يعملها كده يعني انت مش هينفع تجيب البطل او الابوة وتروح من مفرغها نصها على وشك علشان ده سميكة لا فعشان كده بقول الفيزيكال سانسكرين او الواقي شمس الكيميكال اللي هو ده بيتحطه بابزوربت بيمتص على البشرة وخلاص انت ولا كأنك حط حاجة ده تمام انا دايما انصحهم بان اعمل من الاثنين حط الفيزيكال وحط الكيميكال او الاثنين ده الاثنين ومش هيجيب لك نتيجة 100% وده طبيعي جماعة بس هيحميه يعني ما ينفعش مش عشان اه طبعا بس ينفعش نوعه عشان مش جايب لي حماية 100% او انا لا خلاص انا اتنازل عنه او استغنق عنه ما ينفعش يبقى الكلينيك دول خلاص دول كده كير او ده روتين دول رول زي ما بكسرهاش سبقا معا بستخدمه برضو المناسب للبشرة دهنية اللي هو ما يبقاش بشكل كريمي بقاش ثيك بقاش محطوط بشكل قاموا يكون خفيف تقيل على البشرة بالزبط لان هي بسكوسي تقيلة يعني تمام البيسكوسي تقيلة هتقفل المسام فدي طبعا مش ههم فلانية اساسا هي لو احنا ممكن الخلايا الدهنية بتلتهب وفي نفس الوقت بتتسد يعني هي بيزيد افراز السيبن فيها او الدهون فبتتسد السد هو ده اللي احنا بيبان علينا كبصور بيضة او سودة تمام ويت وبلك وميدون تمام كمي اخش على الصوت اوكي انا كده عرفت بركوشنز انه هتم بالكلينينج اهو حاجة طبعا سام بلوك بتاعي معايا اوكي عشان خاطر الموضوع زي ما قلنا ان المثال ما تتقفلش او السيبن بيكون افرازه عالي فبالتالي بيقفل لي فبتدي انه يعمل لي المشكلة اه الادوية والشق الالتزام بالادوية تمام ده هيرجعنا زي ما بقولك ابتدينا العلاج بحتة الريتينويد دي كريمات توبيكل تمام وكان بيعتمدوا على حيث انه قدي انتيبيوتك سيستاميك يعني بتاخد الراس ضد حال الطريقة دي اثبتت فشلها وماقدرش اقول غير كده يعني لسبب الريزيستانس معانا اتصال هنستبر اتصال تمام اه نقول الو 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 سلام عليكم اهلا اهلا مستمر حدودك ممكن حدودك بس اتصالي التلفزيون دي انا اهلا دي انا حبيب معك مرحب مدي عليها اهلا اهلا سلام عليكم سلام عليكم تفضل تحتاج اهلا سمحت عندي بس سؤالي للدكتورة لو سمحت اهلا تفضل حبيب علم السؤال هو اكل زنك واكل بيوتك ده نزل فعلا كان نزل الخبر انه مضر جدا حديش استعمله وانه مضر جدا بالواجه والبشرة هل ده فعلا صحيح ولا ابعد عنه ولا استعمله تمام نرد شكرا هو ايدي بديجي في الشتاء دايما وبحصل فيها وراه مبسيط دايما برضو اهرش فيها او الميا يعني تقرامها اكتر جبت لها فزلين وجبت لها برضو كذا كريم مرتب مفيش فعلا دكتورة فهلع انا حضرتك حاجة معانا كويسة اجيبها لو سمحت اترد عليها ضرورة السؤالين تمام في دمسك ولا خليه ايض حاجة فيه لا تمام شكرا انا سمحت اتشرفتنا بالتصال اهو طبعا هو دخل في حتة ميزة شوية عن الموضوع انا عارف مش مش كده اهو لا الاكني بيوتك هو بريء بصراح بريء من التهمة دي الاكني بيوتك كبروتك خلاص هي الفكرة في ريزيستنس بس مع الوقت هو يعتبر ده مضاد حيوي يعني بيتحط موضعي تمام هي الفكرة انه نفس الكلام احنا مع الوقت لا ما بقتش البكتيريا دي تستجيب لي زي ما انت بمسالة زي ما انت بتاخد مضاد حيوي انت عمالتك مضاد حيوي واحنا عمالين بنقول ان حب شباب ده مرض مزمن هتفضل تاخده فور اي يعني اخرنا فاحنا اخرنا مثلا انتي بيوتك ثلاث شهور طب بعد ثلاث شهور بنعمل ايه فهذا الشكل نفس الكلام الاكني بيوتك لكن هو لا يعني فرس الشويس حاجة كويس اه طبعا السؤال التاني التاني هو بيوصف رقم واحد بورمس هو تدفئة رقم واحد يعني دي يعني يمكن لو هنقول عشر نقط من واحد لحد خمسة تدفئة تماما التاني حاجة الحاجات التانية ان احنا بندي حاجات تزود البلاد فلو او الدم اللي رايح لازم نعمل انهانسر كمان للبلوت سيركوليشن نعمل تحسين وفيه كمان كلام على انه المينوكسيديل يلا بناسبة الحلقة المينوكسيديل اصلا هو بيزود البلاد فلو معمول منه الجيل ممكن ممكن يحط يحط منه يدك معنا كمان اتصال تاني نقول ألو ألو أستاذ ايمان أهلا بحضرتك أهلا بي أهلا بحضرتك أنا عندي 27 سنة فكل معدد دورة كده يطلع يقولش حبوب تمام أوكي تمام فيه ايه سبصار أخرس ازاي ايمان اهلا بتبقى ماليا وش جامد تمام أصارت نقطة كويسة أوكي شكرا جدا لاتصالك نورتينا بالاتصالك اهلا أنا مردتش هدخل في حتة الهايبر اندرجينيزم او حتة اللي هو زيادة الحس طبعا احنا عارفين ان الخلايا الدهنية هي فيه زيادة حسية منها للاندرجين تمام نفس على فكرة احنا هنتكلم اه جميتك شوية دلوقتي بالزبط ودي أنا محبتش أدوش بيها تماغي الكلين تقوي لأنه هي بتبقى زي زي كتشاف الدكتور هو الدكتور هو اللي بيعرف يلقط الحالة لأن أنا مش كل حالة هجينية هروح عاملالها لستة تحاليل هيرمونات يلا بالسعر الفلاني بسعين أو اتنين على الأقل إيه بقى اللي بيخليني أشك مثلا هي قالت 27 سنة 27 سنة تمام اللي بيخليني أشك أنه في البريود أو معادل منسز مش منتظمة دي حاجة تاني حاجة أنه يحصل لها تلات حاجات في وقت واحد فجأة بيرس للحبوب مع صلع وراسي شعرها بقى بيقع مع زيادة شعر في كل الجسم أوك في أماكن معينة كمان بس يعني نولها يعني نبسطها كده للبيشنط أنه زاد شعر جسمه أوك في الحالة دي أبتدي أشك في أنه هو لا في مشكلة معنا أفكر كمان أنت صال تاني في مشكلة في هرمونات مقنول ألو 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 سعر سعر ألو أهلا بحضرتك لأ أنا صارة صارة أهلا بحضرتك نورتينا بانتصادك أهلا بيك اتفضلي اتفضلي أهلا بحضرتك كنت عايزة سأل عندي حبوب في وصي تبقى كتيرة و المسالات يعني تبقى كيف أكيد أخير حاجات مفتوحة الجلد مفتوح تمام جدا و الحبوب بتبقى فضاء حبوب فضاء تمام جدا في عيش تفسارة آخر تفسارة نا نرسي جدا نتصال لك نورتيني نكمل نكمل الجزء الأول دي في الحالة دي بنشك في حدة البي سي او أو تكييسات المدينة أوكي بس يعني لو شكينا فيها بنبتدي نبعطها صنار لدكتور نيسا بنبتدي نطلب تحليل معينة ده حالة لو أنا لقيت أن البريود لما تجديني بيصال معي الموضوع بيزيد معي ده عشان إيه عشان ما عودش عالق في أكني وهي في مشكلة آه في كوس تاني خالص لازم تعالي بالظبط لكن في الغالب في اليوجول في وسط الناس لأ ما بيبقاش الغالب بي سي او يعني عشان كده أنا ما حبيتش تبقى حالات قليلة آه عشان ما حتتهاش في الستاندرد أو لاما بالظبط وعشان ما حدش توهم يعني حدش إيه ده شوية حبوب يبقى أنا عندي مشكلة في الهيرمونات لأ هي بتبقى بينا للدكتور يعني حت نوعي القط نرجع بقى لسؤال أستاذة سارة آخر منتصل وبالنسبة طبعا بيصار حبوب في الظهر هي قلت آه مع تغير الجو وأعتقد أن سؤالها سؤالها مرتبط أكتر بتغير الجو تمام فأعتقد أن هي تمشي على نفس التعليمات اللي هو نفس المرطب مظبوط وهنبتدي بقى كده هي هنتكلم في العلاج هي هتستفيد منه أو العلاج الأحدث في حب الشهر أوكي أنا معي مادام هند آلو مول آلو أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لو سمحت أنا عندي بنتي عندها عشرين سنة تمام ودايما بيطلع لها حبوب في وشها تمام أثناء الدورة وغير الدورة تمام تمام في عيدة سؤال أخر سؤال هند أبتدت أي علاج أبل كده شكرا جدا لتصل حضرتك أخدت أي علاج آفرتك آه آفرت خلاص مش مشكلة أوكي خلاص هي أكيد أخدتها لك أكيد أخدتها لك تقريبا نحنا أنا ننبشي في عدده داي أول أنت عملت إيه قولي هستري بتاعك آه عشان نشوفنا هندخلك في المود بتلاقي هستري حافل ما شاء الله يعني بتلاقي فلن هستري حافل جدا لو مش داخل في المود ما راح من الأول لا كريمات بقى كده اللي هو إيه لازم بس شهرين كده تحس إنه إيه إنه يعني ابتدت تعمل حاجة آه طيب إحنا بتدينا حد في موضوع الكريمات قلنا الريتينويد باكبون طبعا أنا مش هتكلم بقى عن الحاجات المنتشرة اللي هو حاجات طبيعية إنسى الكلام ده خالص إذا كان الريتينويد ويحصل منه رزيسكس لازم أتدخل تدخل كيميكال لا 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 آه طبعا طبعا فيش اللي هو ولا حتى كريم يحتوي على مواد طبيعية وتقول الله ده بيعالج حبوز شباب ولا خدجم مستحيل فدي خلاص دي حاجة لازم أنتبيوتك كيميكال لازم والكيميكال حاجة تحتوي على الريتينويد طلع بعده الحاجة أو يعتبر هو نفس الجنريشن يعني البينزويد بيروكسايد هو كويس أنا بتكلم على فكرة ده دي مادة علمية مش أوكي مش تسويق البينزويد بيروكسايد مستن هو حلو جديد زي الريتينويد وأخفف حتة الاريتيشن في حتة نوعات تعرض للضوء نوعات وشها ما يلتهبش وكب دي أول حاجة طلع بعدها الريتينويد بس بشكل سيستاميك اللي هو يتاخد قراس أكيد كل بس هتلاقي الأقلبية العزمة مرت عليها أو مر عليهم أو مر عليهم ورفضو طيب ليه كمبليكيشن ليه كمبليكيشن كبيرة؟ هي مش كمبليكيشن يعني هي زي سايد إفكت هي أعصار جنبية وبنبقى صرحة مع الكلينت قبل ما ياخدها أنت هيحصل كذا كذا إيه هي بقى؟ أولاً ستة لتسعة شهور ومش هينفع يتقطع تمام؟ لأنه بتحسب بالكامل أو الجرعة التراكمية طول عمره لازم هياخد الجرعة دي فما يفعش يقطعها تاني حاجة ما تكونش بنوتة مقبلة على الزواج أو في الـ أو هي أساساً متزودة عشان كلا دي نقدر نعتبرها إجابة سؤالها لما قالت أنه بيجي لها سواء في الـ أو في الأيام العادية بيجي لها الموضوع الحبوبة أو الأكنيس بتطلع لها بصورة مصورة تقرينا دي إجابة على سؤال أنه لازم تهتم بشق الأنسي بيوتك اللي تستخدمه بالنسبة للسؤال دي آخر التصال يعني تهتم بكليني تهتم بالمرطب والأهم ده كلنا تمشي على نصائح الدكتور زي زراعة الشعر أنا على الطول عملت الكونيكشن ما بين البركوشن في زراعة الشعر طريبا متوافق لأن الموضوع فيها جينيتيك برضو وبرو فيها أدوية أنا بشكر حذرك جدا يا دكتور أنت نورتيني النهاردة وفي جد كانوا الدقيق يعني سامينة إن شاء الله المارجان يتكلم على الطريقة الأحدث بقى في علاج حبدالشابي إن شاء الله اللي هي لغة كل صايد فكس بساعة العلاج ده كويس انت وانتقشل النهاردة عشان خاطر تعملتها شفيك في نهاية الحلقة بحب أشكر كل أعزائي مشاهدين على متابعتكم وأتمنى أن يكون في تفاعل أكتر وأن أنتم تتصلوا وإحنا إن شاء الله أكون جاهزين للردود عليكم بكل شفافية استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم برضو عن زراعة الشعر بس هنعرض العملية هنعرض صور للعملية قبل وبعد وهنعرض داتا كتيرة وبرضو هنعرض صور للعلاج بعد ما نشوف الأكني مع الدكتورة وبرضو الحلقة الجاية العلاج جو صليفين أشوفكم على خير وأتمنى أن الحلقة تكونوا في ذلك